وزارة التربية الوطنية اليوم أيضا في عملية الكوينية تخص المفاتيشين الأطوار الثلاث حيث تتمحور هذه الدورة حول عملية التربوي تهدف إلى تمكين المفاتيشين أعضاء الخلية الوطنية الذين اختارتهم المفاتيشية العامة للتكوين في قيادة المشاريع وتقويم المكتسبات المدرسية حتى يتسنى لهم تبليغ مديرية التربوية للأطوار التعليمية الثلاث بتنسيق مع مديرية تربية لكل الولايات حول الأسس النظرية والتطبيقية لتجسيد المشروع البداغوجي للولايات الذي سيتم تجسيده ميدنيا